السلام عليكم كل سلام وطيبين النهاردة نشوف مع بعض افكار مختلفة على عمل زينة رمضان ونستخدم فيها خامات بسيطة وموجودة عندنا لحل البيت يعني هنعمل قاعدة تدوير للحاجات القديمة اللي بنبنيها اول فكرة هستخدم معاكم كده قماش خيمية وهبتدي اخد من القماشة دي اكتر من الرسمة الرسمات دي بتبقى متحددة فهبتدي ان انا نقص كده اكتر من شكل موجودين في القماشة دي لو مش عندك ممكن تستخدمي بداله الاستيكر الخيمية وورده بقى موجود عليه اشكال كده حلو هستخدم بعد كده علبة سمنة ممكن تستخدمي بدالها علبة حليب اللي هو لبن الاطفال ممكن كمان تستخدمي اي علبة صفيح بالشكل ده هبتدي استخدمها بالغطى وهبتدي ان انا اخد جزء من القماش اللي قصيته هبتدي اغلب بيها الغطى بتاعت العلبة من فوق هحاول على قد مقدر ان اطلع رسمة يبقى شكلها باين معنا هبتدي كده ان اغلب بورده الغطى بتاع العلبة من الجمد وحط كمية شامعة بسيطة على الجنب وابتدي اشد القماش عليها القماش ده بيبقى موجود في محلات ادوات الخياطة وزي ما اتفاقنا هو موجود كتير جدا الفترة دي فهتلاقي موجودة عندك بسهولة هبتدي بعد كده ان انا قصي زيادات اللي موجودة في القماشة وبعد كده هستخدم كمان الناحية التانية من علبة السمنة وهبتدي اغلبها برسمة تانية مختلفة يدوب بحط كمية شامعة كده بسيطة على الطرف بتاع العلبة وابتدي ان انا اثبت عليها القماشة اخترت برسمة تانية من القماشة كان شكلها واضح معي هي شكل هلال ونجمة بس مش تبقى ظاهرة كلها طبعا لان حجم العلبة مش كبير اوي هبتدي بعد كده ان انا قصي زيادات وهستخدم بعد كده معاكم قماش الجوخ بيبقى موجود في المكتبات الكبيرة ويبقى كمان موجود في محلات ادوات الخياطة لو مش عندك ممكن تستبدليه بورده بنفس القماشة الخيامية اللي احنا استخدم له هبتدي كده اسبت على الجنب بتاع العلبة من الناحيتين وابتدي ان انا اشد القماشة بس يدوب بورده على الطرف مش هنقطر اوي في الشمع يدوب هنستخدم بسيط اوي بغلب العلبة كده كويس من الجنب يدوب بحط شمع كده على الطرف من الناحيتين لعند الغطاء والجزء اللي من تحت وبعد كده بقفل الجزء اللي في الجنب وآخر واقص بقى اي زيادات معجودة عندي من القماش هو Hour ست هنا اخوذ رسمة الثانية اللي انا قصيتها وهبتدي ان انا افرغ شكل الفنوس مش هناخذ رسمة كملة بس همشي كده على الطرف بتاع رسمة اللي موجود Female اضع كمية شمعة بسيطة على الطرف وستثبتها على جنب علبة السم على طرف الرسمة فقط اضع شمعة بسيطة وستثبتها على جنب العلبة وستثبت جزء ثاني من القماش وستثبتها على الجنب الثاني بصراح حبه ان شكل القماش الجوخ يكون باين معنا فمش هزود عن كده من الرسمات دي طبعا انت التزيين يرجع لك انت زي ما تحب هستخدم بعد كده شريط بمبون وده طبعا موجود اللون بتاعه في رسمة اللي احنا مستخدمينها وهبتدي ان انا اثبته على الطرف بتاع الفانوس احنا ممشناش على الفانوس ده بالولاعة طبعا القماش ده به نص اللما بتيجي ان انت تقصي منه حاجة فلازم ان انت تمشي عليه بالولاعة بس طبعا انا بدأت ان انا اثبت عليه شريط البمبون ده فمش هعمل بالولاعة ليه هستخدمه على طول عادي قصيت جزء ثاني كده من قماش الجوخ هبتدي ان انا اساوي الجزء ده من فوق الجزء اللي انا قصيته ده هيبقى العرض بتاعه حوالي 3 سنتي وتقوله حوالي 20 سنتي هبتدي ازينه بشريط البمبون ده من على الحر وبعد كده هبتدي استخدم الجزء ده واسبته كده عند الغطة من فوق والجزء اللي من تحت بعلبة السمنة نقطتين كده من الشم تمام بس كده وهبتدي بعد كده ان انا ازين الطفة بتاع العلبة من فوق من نفس الشريط اللي استخدمته وكمان الجزء اللي من تحت عشان يكون شكلها احد هستخدم بعد كده غطأ زيادة بيبس وده طبعا موجود عندنا في البيت اي غطأ عندك بلاستيك تقدر تستخدميه بقفلوا من الناحية الثانية بجزء صغير من الكرتون بقصص زيادات دي وبعد كده ببتدي ان انا اغلف الغطة بنفسه ومش الخيمين بقصص زيادات وبعده هبتدي ان انا اغلف الناحية الثانية اللي غلفتها بالكرتون قفلت كده بس يضوب الغطة س hag息ك الثانج اغليسوا جزء صغير من القمش شوcekt W ست хорош بجزء صغير من القمش اغليسي هذه القكمش خلق نثرة نستخدم نقطة شام على الأعراض الخشابين من فوق ستبقى عندي بالشكل ده كده طبلة المساحراتي حلوة أو فاكرتها سهلة والخماك كلها بسيطة وطبعا لها بدايل كثير والقماش لو مش لقيها او مش عندك تستخدم بدايله اللي استيك الفكرة الثانية هنستخدم فيها علب الزبادي او العلب بتاعة الشوكولاتة دي هبتدي ان انا استخدم علبتين بالشكل ده وهعمل فيهم فتحة من الجزء اللي من تحت وستثبتهم بعد كده ببعض انا هنا يدوب سخانته مصدس الشمع وبعد كده فصلته عشان البلاستيك ده بيبقى ضعيف معينة واستخدم علبة كمان وستثبتها في الجزء اللي من فوق وبعد كده هستخدم غطى بلاستيك صغير وستثبته في الجزء اللي من فوق بنعمل شكل فانوس بطريقة سهلة هبتدي كده قص من العلبة اللي من تحت جزء صغير وبعد كده هستخدم هنا خيط الخيش وابتدي ان انا اغلف بها الفانوس كله الجزء ده غريد شوية فهبتدي ان انا قصه من جزء صغير وبعد كده هبتدي ان انا اغلفه بورده بنفس الخيط طبعا انا قصيت العلبتين الاولانيين اللي سبتهم في بعض من تحت كنت حابة ان انا اخلي واحدة اضاءة تكون باينة عندي في الفانوس ده بس ما نفعتش فهبتدي ان انا اغلف البلاستيك كله هيكون شكله احلى وممكن تستغني عن الخطوة اللي احنا فرغنا فيها العلبة من تحت غلفت كده الفانوس كله بعد كده بدأت ان انا اعمله يد من فوق بنفس الخيط وهستخدم استراصي كده بشكل بسيط وبزين به الفانوس ممكن كمان تثبتي عليه اشكال بونجي وطمطم كده يبقى شكله حلو فكرته بسيطة وسهلة جدا الفكرة اللي بعد كده هنستخدم فيها غطاء اي غطاء بلاستيك عندك الغطاء ده كان بتاع مصفيت المعالق هبتدي ان انا اعمل بفكرة حلوة جدا برضو معيك ودلوقتي هستخدم هنا الاستيكر ده وهبتدي ان انا اغلف الغطاء بالشكل ده الاستيكر ده حلو وعملي برضو تقدر تستخدمي استيكر الخيامية ممكن كمان تستبدليه بقماشي الخيامية هبتدي كده ان انا اغلف الغطاء كويس جدا من الجنب بقص زيادات اللي موجودة عندي في الجنب دي وابتدي ان انا اسبت الاستيكر كده على الجنب كله ممكن تستخدمي هنا اي غطاء بلاستيك موجودة عندك هيبقى نفس الطريقة يعني ونفس الفكرة اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي الاستيكر هنا ده تقيل شوية فبدأت ان انا احط شمع كده على الجنب عشان يتغلف معي كويس وازيادات اللي عندي دي كلها هبتدي ان انا قصة تمام بالشكل ده كده وبردو هبتدي ان انا اغلف الغطاء من الناحية الثاني الظهر يعني عشان ما يبقاش باين معي برضو استخدمت جزء صغير من اللي استيكر وهبتدي ان انا اثبته كده على طرف الغطاء وبردو اخترت شكل تاني كده من اللي استيكر يكون حالي وهبتدي ان انا استخدم شريط البنبون هثبته على الطرف بتاع الغطاء تمام بالشكل ده كده ادي له شكل احلى كمان وهبتدي بعد كده ان انا استخدم جزء صغير من شريط البنبون ده وهثبته في الجزء اللي في الظهر سبت كده فتحة بسيطة مغلبتهيش وهبتدي ان انا اثبتها كده على الظهر وبثبتها نقطة بسيطة من الشمعة لقدام عشان تبقى عليقة للطابلول اللي بنعمله او الفكرة دي تمام هبتدي بعد كده ان انا استخدم الكوية وهبتدي اعمل ثلاث فتحات وهستخدم بعد كده معاكو مصمرة فتديره دي بتبقى مغودة عند الموان هسبت كده اكتر من واحدة ممكن طبعا تعملي انا عملت هنا تلاتة ممكن تعملي اكتر من كده منظم حلو جدا تقدري تستخدميه في المطبخ ممكن كمان تستخدميه جمع باب الشقة للمفاتيح ممكن تستخدميه بالطريقة دي كده للفوض فكرة سهلة وبسيطة جدا تقدري تستفادي من اي غطى بلاستيك قديم عندك في انك تعمليه منظم بالطريقة دي زي ما اتفقنا ممكن تخلي عدد المصامير اكتر من كده الفكرة اللي بعد كده هنستخدم فيها حلقان الستية القديمة الحلقان دي ضعيفة شوية هبتدي ان انا اشيل الجزء اللي من فوق وبعد كده هبتدي ان انا اسم كل حلقة نصين فهي الحلقان دي ضعيفة فهنستخدمها في الديكورات مش هنستخدمها نصين هبتدي دلوقتي ان انا استخدم معاكو المنظم الخشبي ده كان بتاع معلق خشب وشكله تغير فهنبتدي ان احنا نستخدمه استخدام تاني برضه انا قصيت كده اكتر من واحدة من حلقات الستية قصيتها نصين وخلتها بتبقى بشكل هلال فبتدي بقى اوزعها كده بالشكل ده على الجزء المنظم الخشب ده وببتدي ان انا اسبتها زي ما نعايز مفيش اي مشكلة تقدر ان انت تخليها زي ما تحب فبدأت ان انا اوزع كده بشكل عشوائي الاجزاء اللي انا قصيتها من حلقات الستية زي ما اتفقنا انا قصيتها نصين تبقى بشكل هلال كده تبقى دي كل حلو لرمضان بحط كده كمية شامع على الظهر وابتدي ان انا اسبت كده والشكل ده كل العلبة انا يعني حطيت كده على كل الجزء اللي هو المنظم ده قدت شكل حلو معي وبعد كده هبتدي ان انا اشيل زيادات الشامع اللي بتبقى موجودة عشان ما يبقاش باين معي وبعد كده هستخدم هنا الاسبيت دهبي هرشها واسبها شويتين شف وبعد كده برضو هنزينها تزيين بسيط هستخدم هنا شريط المرمون الابيض وابتدي اسببته على الجزء اللي من فوق هبتدي ازين كده جزء اللي من فوق بالشكل ده بشريط المرمون الابيض وبعد كده هبتدي ان انا استخدم كمان انصف اللولي واسبتها حوالين كل هلال شكلها كمان هيكون احلى وانستخدم بالشكل ده كده المنظم ده لأعواد البخور وبكده تكون خلصة افكار النهاردة اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم كل سنون طيبين متنسوش تحطوا لايك للفيديو لو عجبكم سلام عليكم شكرا